اكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمانة الخليفة رئيس الوزراء الموقر ان ترسيخ الامن والسلام هو البداية الحقيقية للنهوض والتنمية وضمان الحفاظ على مكتسبات الدول والشعوب داعيا سموه الى التحرك العاجل وبد يد العون لنزع فتيل الازمات في مختلف المناطق والاتفاق على رؤية شاملة للتنمية من اجل الانسان ولخير البشرية جاء ذلك خلال كلمة سموه في اعمال منتدى رؤى البحرين رؤى مشتركة لمستقبل عالمي ناجح الذي عقد في نيويورك في مقر منظمة الامم المتحدة على هامش اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة وذلك بتنظيم من مملكة البحرين وبالتعاون مع معهد الامن العالمي نظمت مملكة البحرين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة منتدى رؤى البحرين رؤى مشتركة لمستقبل الناجح حضره كوكبة من ابرز الشخصيات العربية والدولية رفعة المستوى بينهم نائب الامين العام لمنظمة الامم المتحدة السيدة امينة محمد ورئيسة الجمعية العامة للامم المتحدة السيدة ماريا جريسيس ومعالي وزير الخارجية البحرينية الشيخ خالب بن احمد بن محمد الخليفة ومعالي الشيخ حسام بن عيسى الخليفة والامين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد ابو غيط والامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالطيف الزياني اضافة الى اعضاء الوفود الدبلوماسية المعتمدين لدى الامم المتحدة وعدد كبير من الصحفين ويعد المنتدى مبادرة اطلقتها مملكة البحرين بالتعاون مع معهد الامن العالمي بهدف تحديد تموحات الدول ورؤاها وبحث التحديات التي تواجهها المنطقة لتحقيق مزيد من الانتجام والسلام والتعاون الشامل وبدأ المنتدى بكلمة للسيد جوناثان جرانوف رئيس معهد الامن العالمية استعرض خلالها اهم المحاور التي تهدف الى تحديد تموحات الدول ورؤاها حول الاوضاع في المنطقة وقال ان الدعم الذي يقدمه صاحب السموه الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر دليل على استشعار سموه لأهمية التعاون الدولي للوصول الى نشر ثقافة الامن والسلام بين الشعوب وقد اكد صاحب السموه الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر خلال كلمة سموه التي ألقاها نيابة عن سموه سعادة السيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء قال ان ترسيخ الامن والسلام هو البداية الحقيقية للنهوض والتنمية وضمان الحفاظ على مقتسبات الدول والشعوب داعيان سموه الى التحرك العاجل ومد يد العون لنزع فتير الأزمات في مختلف المناطق والاتفاق على رؤية شاملة للتنمية من أجل الإنسان ولخير البشرية أنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم في انطلاق أعمال منتدى البحرين رؤى مشتركة لمستقبل الناجح التحديات والفرص الوطنية والإقليمية والعالمية في إطار ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بقضايا الأمن والسلام والتنمية المستدامة والذي يدفعها بشكل مستمر إلى تحفيزي وحشدي الجهود من أجل أن يعم السلام في العالم وأن تأخذ مسيرة التنمية مسارها الصحيح لكي تنعم الإنسانية بالرخاء والاستقرار من جانبها قالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد في كلماتها نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة إن المنتدى فرصة لمناقشة التحديات الحالية التي تواجه العالم واكتشاف كيفية التعامل مع التهديدات التي تعوق إقرار السلام وتحقيق التنمية وأشهدت المسؤولة الأممية بجهود حكومة مملكة البحرين في مجال دعم وتمكين المرأة منويات في هذا الصدد بإنشاء البحرين المجلس الأعلى للمرأة والهيئة الاستشارية للحكومة بشأن قضايا المرأة من جهته أكد معالي وزير الخارجية الشيخ خالب بن أحمد بن محمد الخليفة في كلمته أن منتدى رؤى البحرين يعد بمثابة شهادة على القيادة الطلاعية والرؤية المستقبلية لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء مملكة البحرين مشيرا إلى أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يدرك مدى الحاجة إلى منتدى يعالج بطريقة شاملة وجامعة التحديات التي نواجهها كمجتمع دولي هذا اجتماع مهم لإبراز نظرة البحرين في سياستها داخليا وخارجيا ومع العالم سنبرزها بالطريقة التي نقدر عليها سعيدين بوجود هذا الزخم من الضيوف الموجودين نائبة الأمين العام والأمين العام الجامعة الدول العربية وهذا شيء نقدره جدا ونسأل الله التوفيق إن شاء الله اليوم في هذا الحدث بعدها ألقى السيد أحمد أبو الغيت الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة أمام الملتدى توجه فيها بالشكر إلى مملكة البحرين على دعوته للمشاركة في ملتدى رؤى البحرين في نسخته الأولى مستعرضا المشهد العالمي الراهن وما يموج به من أحداث تنعكس تأثيراتها على المنطقة العربية والشرق الأوسط وقال أبو الغيت أن العالم يشهد الآن صعود الصين كقوة اقتصادية قبرى وكذلك إلى عودة روسيا للبروز على الساحة الدولية من جديد التوافق العربي أن العرب يسعون لتخلص أنفسهم من مأساة أن لا يسمحوا للقوى الخارجية أن تتدخل في شؤونهم دول الجوار يجب أن تتوقف عن هذا العبس على الأرض العربية ثم ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني كلمة تقدم فيها بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمب بن عيسى الخليفة مالك مملكة البحرين حفظه الله لقيادته الحكيمة ورؤيته الثاقبة كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير لحكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر لإدراكهم مدى الحاجة لهذه المدولات وإتاحة هذه الفرصة الفريدة لاستكشاف الرؤى وتطلعات المستقبلية وتوسيع وتجديد أفق التفكير إلى أفاق جديدة للمنطقة وشعوبها وقد تم عرض فيلم وثائقي عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر تعكس ما حققه جزء من مسيرة سموه وكذلك حجم الإنجازات والتقدير الدولي نظير جهود سموه فيما يتعلق بدعم مشاريع التنمية المستدامة وفيما يخص أيضا دعم مشاريع السلام والتعايش بين الشعوب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة استضافة المملكة لمنتدى رؤى البحرين بحضور شخصيات عربية ودولية رفعة المستوى يعكس حجم الدور الذي تلعبه المملكة لمواجهة التحديات على الصعيدين العربية والدولية تلفزيون البحرين إسلام براجة نيويورك ترجمة نانسي قنقر